السلام عليكم والله يسعد أوقاتكم أكيد إذا فكرت أنك تنتقل من نظام التشغيل ويندوز لنظام لينوكس فأول سؤال رح يخطر ببالك قبل ما تنصدم بعدد التوزيعات اللامتناهي اللي موجودة على لينوكس هو شو هي البرامج اللي بدي أستخدمها وإذا أنا متعود على برنامج معين بويندوز فهل هذا البرنامج بيشتغل على لينوكس إذا لا هل في بديل وكيف ممكن أني أستعيد عنه إذا عملت هاي الخطوة الجريئة طيب خلينا أول شي ننسى الصدع اللي رح يجينا من سؤال شو هي أفضل توزيعة وما هي أفضل توزيعة والتوزيعة الفلانية والاستخدام الفلاني لا خلينا نضل على ويندوز ونعمل مرحلة تعتبر مرحلة انتقالية بتحييئنا لحتى وقت اللي نعمل الانتقال نكون جاهزين بهاي المرحلة اللي رح نساوي أنه رح نستخدم مجموعة من البرامج اللي متواجدة على كل النظامين وممكن كمان أنه بعضها يكون موجود على الماك إذا أنت كنت من مستخدمين الماك لحتى وقت اللي تروح للنظام الجديد تكون كل هاي البرامج خلاص أنت متعود عليها فمثلا يعني أنا ما في داعي أني أعقد فكر والله هذا البرنامج بيشتغل ما بيشتغل لا أنا إذا في عندي بديل وبعرف أنه بيشتغل على كل النظامين خلاص بترك المحتكر لويندوز وبقلب على البرنامج اللي بيشتغل على النظامين وأنا لسا جوا ويندوز يعني ما في داعي أني أعمل ماكينة افتراضية ولا نسل توسيعة لينوكس وما يعجبني البرنامج وبعدين أرشع أحزفها وأرشع على ويندوز لا وأنا ضمن ويندوز عمالي جهز حالي عمالي هيئ حالي فهي هي المرحلة الانتقالية اللي بدنا نعملها أنا عملتها وقت قبل ما أنتقل لينوكس وأنا بالأساس كنت أغلب البرامج اللي رح أذكرها كنت بعرفها قبل ما أعرف شو هو لينوكس فمنشان هيك وقت اللي انتقلت ما كان في عندي هال مشكلة لأنه خلاص أنا في عندي مجموعة من البرامج وحاطتها بالي وما بيستخدم غيرها هلأ هذا الكلام ما بينطبئ على كل الناس ليش؟ بالنسبة للناس اللي بتستخدم برنامج وهذا البرنامج هو مصدر داخلها يعني بتعيش من وراه وصر له سنين وسنين هو عمله يستخدم هذا البرنامج هذا الكلام بينطبئ بالتحديد بالتحديد على مجموعة الناس اللي بتستخدم برامج أدوبي يعني اللي بيستخدم فوتوشوب اللي بيستخدم إلوستريتر اللي بيستخدم إن ديزاين الأفتر إيفكس والبريمير فالأسف هاي الناس أنا ما بقدر إلا أن تعمل المرحلة الانتقالية وما بقدر أنصحها أنها تنتقل للينوكس صح في بدائل صح كل واحد من هاي البرامج موجود إلو بديل مفتوح المصدر ومجاني وممكن يكون بقدرات تضاهي قدرات أدوبي بس أنت إذا كنت شغال على واحد من هاي البرامج من عشرة أو خمسة عشر سنة أو من خمسة سنين يا أخي رح إلا فأكيد رح يكون من الصعب كتير أو ما عندك الوقت إنك تتعلم البرنامج البديل فبالنسبة لهي الناس يعني أكيد الحل الأفضل إنك تضل على ويندوز أما أما جماعة الناس اللي وقت اللي بتحكيله عن عن لينوكس بيقلك أوكي لينوكس أنا ما بستخدمه لأنه ما في عليه فوتوشوب وهي الناس ما بتعرف من الفوتوشوب غير أن يروح على جوجل ويكتب فوتوشوب تصغير أنف فهي الناس صراحة ما بعرف شو موقعها من الأعراب بالحياة وأنا بواحد من الفيديوهات حكيت أنه طبيعة شغلي بتطلب مني أني استخدم برنامج للأسف بالشركة ما موجودة عندنا نسخة لينوكس فأنا مضطر أني استخدم ويندوز لأنه هان البرنامج مصدر عيشي مصدر دخلي فأكيد يعني كمبيوتر الشركة أولا كمبيوتر مائلي وتانيا ما عندي بديل بيغنيني عن الويندوز لحتى أقول لك أوكي أنا حتى بالشغل بيستخدم لينوكس بس هذا هو وضع خاص لأنه أقول لك أنا هذا البرنامج هو مصدر دخلي فأكيد إذا كنت أنا بحب لينوكس بس ما بيلب بكافة احتياجاتي ولا البرنامج موجود على لينوكس بس أنا ما عندي البرنامج أو الشركة ما عنده البرنامج ما عنده نسخة لينوكس فمضطرين أنه نستخدم ويندوز طيب بكافة مقدمات وخلينا نجي لموضوع الفيديو واللي هي شو مجموعة البرامج اللي أنت ممكن تستخدمها على ويندوز لحتى تهيئ وتجهز نفسك للانتقال لينوكس بالنسبة لواحد من أكتر البرامج اللي أغلب الناس بتستخدمها بشكل يومي أو شبه يومي سواء للشغل أو الدراسة واللي هو حزمة أوفيس فأكيد إذا أنت كنت متعود على مايكروسوفت أوفيس البديل الأفضل واللي ميزاته وقدراته لا تقل عن المايكروسوفت أوفيس اللي هو ليبري أوفيس الآن الليبري أوفيس بيأتي معه برنامج وورد بيأتي معه إكسل بيأتي معه باوربوينت والتوافقية بينه وبين الملفات اللي تم إنشاءها بنظام ويندوز أو مو بنظام ويندوز اللي تم إنشاءها بحزمة مايكروسوفت أوفيس التوافقية عالية جدا مع كل إصدار جديد أو كل تحديث لليبري أوفيس التوافقية عمالها تتحسن أكتر وأكتر فأنت ممكن أن تلغي أوفيس من حياتك تلغي مايكروسوفت أوفيس من حياتك وتنزل الليبري أوفيس على ويندوز وتبدأ تستخدمه الآن إذا أنت ما في عندك ملفات عمالك تشاركها مع كتير ناس أو أنه أغلب ملفاتك أنت لاستخدامك الشخصي فأنت في عندك صيغة ملفات خاصة بالليبري أوفيس إذا ما بدك تستخدم صيغة ملفات مايكروسوفت أوفيس مثل DOCX أو ELSX أنت تستخدم الصيغة الخاصة بالليبري أوفيس هذا بالنسبة للأففيس بن acron조 50% برنامج الثاني الأكتر استخداما ويمكن أن الناس في أيامنا الحالي بتستخدمه أكتر من الأففيس اللي هو المتصفحات بالنسبة للمتصفحات يعني هذا الشي لازم يكون من البديهة أنه أي متصفح موجود على لينوكس هو كمان موجود على ويندوز فأنا إذا بدي فايرفوكس بدي كروم بدي بريف بدي فيفالي بدي إدج فهي موجودة بشكل طبيعي على لينوكس وعلى ويندوز ووقت اللي بتفتح الصفحة على أي من النظامين ما رح تشوف أي اختلاف بالأساس ما رح تعرف إذا أنت كنت على نظام ويندوز ولا على ماك ولا على لينوكس لأن الصفحة الرندرينج تبعها رح يطلع مثل ما هو فبالنسبة للمتصفحات بتوقع أنه ما في ولا واحد رح يجي ويسأل أنه أنا كيف بتصفح الانترنت على لينوكس هلأ منيجي لجماعة الناس اللي بتحب تعديل الصور طبعا رح ننسى المجموعة اللي حكينا عنها اللي بيروح على جوجل ويدور فوتوشوب تصغير أنف هلأ إذا أنت في عندك استخدام بسيط أو أنت هلأ مبلش أو هلأ مبتدي إنك بتتعلم تعديل الصور فليش ما بتستخدم برنامج جيمب اللي هو البديل والمنافس الأقوى من وجهة نظري للفوتوشوب فإنك إذا بلشت من هلأ إنك تتعلمه ممكن إنك تعتمده مع المستقبل تعتمده كمصدر دخل إليك وهو برنامج من جهاني فإذا أنت ما بتعرف شي بالفوتوشوب وبدك تفوت بعالم تعديل الصور فأنا بنصحك إنك تجرب جيمب باعتباره موجود على كل المنصات ومتى ما استخدمتو أنت على ويندوز وانت قلت للينوكس ما رح تشوف أي فرق لأن البرنامج هو هو وطبعا إذا أنت كنت ما بتهتم بتعديل الصور بس لنقول إنه أنت بدك تاخد الصور اللي بتطلع من الكاميرا الديجيتال من كاميرا الدي اس الار أو أيا يكون ومتعود بحزنة أدوبي في عنا اللايت روم طبعا باعتبار أنه على لينوكس ما في أدوبي فلازم يكون في عنا بديل لللايت روم البديل الأقوى ومن وجهة نظري هو أفضل من اللايت روم اللي هو الدارك تيبل الدارك تيبل كمان بيسمح لي أني أعمل ترتيب لصوري اللي باخدها من الكاميرا أو إذا بدي أعمل روتوشات على الصور بدي أغير الساتوريشن بدي أغير الأكسبوجر بدي أغير أي شيء بالصورة بدون أعمل إضافات ومؤثرات وحط شخص جم شخص من هالأمور اللي بدها فوتوشوب أو جيم فالدارك تيبل هو أفضل بديل لللايت روم أما بالنسبة لتعديل الفيديو والمونتاج فالستاندرد اللي كل الناس بتعرفوه أو صناع المحتوى مو كل الناس صناع المحتوى بيستخدموا الأدوبي بريمير طبعا باللينوكس ما في عنا أدوبي فلازم يكون في عندي بدائل لتعديل الفيديو والمونتاج فبالويندوز أنا عندي برنامجين هن الأفضل واحد من هن اللي هو الدافينشي ريزولف هذا البرنامج بيستخدم على مستوى عالمي يعني صناع المحتوى بيهوليوود بيستخدموا الدافينشي ريزولف وبالتحديد لعملية تصحيح الألوان أو الكلار جريد فهنن بيستخدموا دافينشي ريزولف أكتر من البريمير أما إذا أنت كنت مجرد هاوي يعني بس بتعمل لك شوية حركات بالفيديو فعندك النسخة البرنامج الثاني اللي هو الكيدين لايف الكيدين لايف إذا تعلمته فهو كمان برنامج قوي جدا جدا يعني أنا لحد الآن من أول فيديو عملته ولليوم كل الفيديوهات عمالي أعملها بالكيدين لايف أنا حابب أني بلش مع الدافينشي ريزولف بس للأسف النسخة المجانية آه وهي النقطة ما حكيتها أنه الدافينشي ريزولف في عندي نسخة مجانية وفي عندي نسخة مدفوعة فللأسف النسخة المجانية ما بتدعم صيغة ملفات الفيديو اللي بسجلها بالكاميرا تبعي إن شاء الله مع المستقبل بشتري النسخة المدفوعة مثلا بالنسبة للديزاين إذا أنت كنت تشتغل مع ملفات فيكتر وملفات أس بي جي وتصمم ملتقات ومن هالأمور فبالأدوبي في عنا الإلوستريتر البديل الأنسب للإلوستريتر اللي هو الإنكسكيب الإنكسكيب أنا شخصيا بيستخدمه من فترة طويلة لإنشاء مخططات هذا هو البرنامج ما له مشغلته الأساسية إنك تعمل عليه مخططات بس أنا بيستخدمه هو والأوتو كاد أو الفري كاد اللي رح نشوفه هلأ بعد شوي اللي رح نحكي عنه بعد شوي فهدول الاتنين أنا بيستخدمهن مع بعض لحتى إنشاء المخططات اللي بحتاجها بشغلي فأنت إذا كنت من الناس اللي بيحبوا يشتغلوا مع ملفات الفيكتور والأس في جي ويعمل تصميم ومن هالأمور فالإنكسكيب هو الأفضل رح أترك رابط لقناة يوتيوب عنده شرح موسع ومختص بالإنكسكيب صراحة أنا تعلمت منه كتير فممكن كمان إنك تلقي نظرة على الإنكسكيب ومثل ما حكيت إذا أنت كنت من الناس المهندسين أو الهندسيين واللي طبيعة شغله بتطلب منه إنه يستخدم الأوتو كاد فالبديل الأنسب والمجاني والمتوافق على كل من النصات اللي هو الفري كاد كمان مع الفري كاد ممكن إنك تفتح الملفات المنشأة بالأوتو كاد وتعدلها وتحفظها بنسخة أوتو كاد وترجع تستخدمها كمان ما رح تواجه أي مشاكل إذا كنت مهندس أو معماري أو طبيعة شغلك بتطلب التعامل مع الرسومات الهندسية طبعاً قبل البرنامج الأخي بقائمة برامج التصنيم والبرامج اللي بتستخدم للبرودكتيفتي اللي هو إذا أنت كنت من جماعة الانيميشن والثري دي فأكيد يعني بدون ما يخطر على بارك لينوكس أو أي شيء بالنسبة لويندوز أحسن واحد من هاي البرامج اللي هو البلندر فالبلندر إذا أنت كنت بتستخدمه على ويندوز أو بتستخدمه على لينوكس هو هو ما رح تشوف أي اختلاف بيناتهم خلينا نحكي عن آخر برنامج بهي القايمة اللي طبعاً هاي القايمة ما لها حصرية بس هات اللي بهم أكتر الناس بالنسبة لملفات المولتي ميديا والصوت والصورة والفيديو فأكيد كلنا بنعرف برنامج ال VLC يعني برنامج غني عن التعريف وموجود على ويندوز وموجود على لينوكس فأنت إذا كنت من هوات أنك تشوف أفلام تسمع موسيقى تشغل أي شيء بالدكية فال VLC هو نفس البرنامج على البنسطين وحتى موجود على ماك كمان فمعناها بعد ما نشفنا هاي القايمة اللي بديها تحطه ببالك أنت لساك موجود على ويندوز ما في أي مشاكل خلينا أول شي ننسى أنه أنا بدي يروح لنظام تاني خليني استبدل الأدوات اللي موجودة على نظامي اللي موجودة على ويندوز خليني استبدلها بالبرامج اللي حكيت لك يا هاليوم واستخدم هاي البرامج شوفها بتناسبني ولا لا إذا لقيت هاي البرامج بتناسبني أوكي بعدين نظام التشغيل ما له مهم باستخدم النظام اللي أنا برتح له بس خلص أعرفت أنه الأدوات موجودة هون وهون وتعودت عليها فبيصير أن نظام التشغيل هو أداة فانوية بتساعدني لأعمل شغلي مو هي الأداة اللي أنا عمالي فكر فيها الشي الأساسي طبعا هاي القائمة اللي ذكرتها مالها قائمة حصرية لأنه أنا أكيد ما بقدر أني أحصر كل البرامج الموجودة بفيديو واحد وبالأساس يعني ما بعرف أنت شو شو طبيعة استخدامها شو اليوز كيس اللي موجودة عندك شو البرنامج اللي بتستخدمه أو شو التصنيف اللي اللي ممكن أنك تحتاجه فياري إذا في عندكم برنامج أنتو بتستخدموه موجود عن نظامين أو في تصنيف معين ما ذكرتو بهاي القائمة إنكم تتركو ليها بقسم التعليقات لحتى بالمستقبل نعمل فيديو تاني مع قائمة مطولة وموسعة أكثر نشمل فيها كل البرامج لحتى الناس اللي بالمستقبل بتشوف هاي الفيديوهات تستفيد منها وفي نهاية الفيديو بتمنى أنه يكون عجبكم إذا عجبكم مثل العديد لا تنسوا ضغط ذر الإعجاب بالنسبة لغير المشتركين لا تنسوا الاشتراك بالقناة وياريت اتشاركوا المحتوى مع أصدقائكم وصحابكم وتتركوا لي بالتعليقات آراءكم ومثل ما حكيت إذا في عندكم أي برامج ما لم أذكرت الفيديو وأكثر من هيك ما عندي أي شي يضيفه بلتقي فيكم بالفيديو الجاي وبي أمان الله